تواجه بالشكر إلى أخي معالي الوزير أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير سؤون الخارجية والمغتربين والسادة الوزراء العقلي معنا اليوم والذي استهدف بحث تطورات الأزمة في غزة واتاحة للدول العربية المشاركة الإعراب عن رؤية وموقف موحد لزاء هذه الأزمة فقد حرست خلال اللقاء على توضيح رؤية مصر المتوافقة مع رؤية أشقائها العرب في التعامل مع الأزمة وأكدت على ضرورة مراعاة عناصر عنصر الوقت في التعامل مع مستجدتها المتسارعة وإن أحداث القتل المؤسفة التي تشهدها غزة لا يمكن تبريرها وإننا لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المدانة باعتبارها إعمالا للحق الشرعي في الدفاع عن النفس فسياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والأبرياء والمنشآت المدنية والطبية وفرق الإنقاذ الإضافة لمحاولات التهجير الخسري للفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن تكون دفاعا شرعيا عن النفس بأي حال إن مصر تبزل كل ما في وسعة لضمان استقبال المتفاعدات وإدخالها إلى خطاع غزة وتقديم العون في علاج الجرحة المدنيين وستستمر في جهودها ذات الصلة رغم العرقيلة الكبيرة والمتعمد التي تواجهها وفي هذا السياق ابدأت على حكمية تحقيق توافق فوري وشامل وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون قيد أو شر وأن تقلع إسرائيل عن مخلفاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب ومضاعفة العمل لتأمين نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق وبما يفتح المجال للحديث لاحقا عن كيفية الخروج من هذه الأزمة وقبل أن تتسع دائرة العنف وامتداد الصراع ليطال أمن واستقرار سائر شعوب المنطقة ويدخلها في نفق مزمن كما أكدت خلال اجتماعنا على ضرورة الكفة عن التعامل مع القضايا والأزمات التي تهدد السلم والأمن الدوليين في معايير مزدوجة ففي حين يسارع البعض بإدانة استهداف المدنيين ووصف الاعتداءات عليهم بالانتحاكات الصارخة بالقانون الدولي الإنساني والتمسك بمطالب وقف إطلاق النار في أزمات أخرى إننا نشهد معارضة الاتزام بذات المبادئ من نفس الأطراف حينما يرتبط الأمر بالقضية الفلسطينية وكأن دم الإنسان العربي أقل قيمة من دم أخي الإنسان في أماكن أخرى علما بأن أعداد من أزهقة أرواحهم من المدنيين في غزة على مدار الأسابيع الخليل الماضية وضمنهم العاملين في مجال الإغاثة والصحفيين لا يمكن تبريرها بأي زريعة أو الدعاء وفي هذا الصدق أننا ما زلنا نطلب وقف فوري لإطلاق النار وبتوقف إسرائيل عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية وضمان النفاذ الآمن والسريع لها كما نطلب التحقيق الدولي في ممارسات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي تشهدها هذه الحرب وأخيرا فإنما نشهد من تصعيد غير مسبوخ ومأساة إنسانية ومن معاناة المدنيين لما هو نتيجة التعقاعس عن معالجة جزور المشكلة وتأخر استعادة الحقوق الفلسطينية غير قابلة للتصر وإذا أنني أكرر اليوم الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة أنني أطالب مجددا بالعمل في أسرع وقت ممكن على إحياء عملية السلام وفقا لحل الدولتين بسبيل إنهاء احتلال إسرائيلي لتكسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرخية وشكرا